بوضوح تام تؤكد العديد من التقارير أن القوات الأمريكية لن تغادر العراق مهما علت الأصوات المطالبة بخروجها لا سيما تلك الأصوات التي تصدر من داخل بعض أحزاب السلطة أو ميليشياتها الموالية للنظام الإيراني مجلة فورن أفيز الأمريكية نشرت تقريرا لها يلقي الضوء على زيارة رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني إلى الولايات المتحدة مرجحة أنه سيطرح على الرئيس الأمريكي جو بايدن فكرة خروج القوات الأمريكية من العراق مدفوعا في ذلك بضغوط قوى الإطار التنسيقي وميليشياته إلا أن التقرير أكد أن هذه الفكرة غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ فعليا ويشير تقرير فورن أفيز إلى أن حكومة السودان في العراق تنتهج سياسات متناقضة في هذا الصدد فبينما تستمر في مطالبتها واشنطن بسحب قواتها من العراق وتحاول تقليل التعاون بين البلدين إلى حد منع التداول بالدولار الأمريكي في الأسواق المحلية فإنها في الوقت ذاته تعلن رغبتها في الإبقاء على التعاون العسكري والاقتصادي مع الغرب وحلف الناتو لا سيما الولايات المتحدة الأمر الذي يكشف عن عمق الصراع الداخلي في أروقة السلطة في بغداد وبحسب محللين فإنه لا علاقة بين مصالح العراق والمطالبة بإخراج القوات الأمريكية أو إبقائها في البلاد إذ ينطلق كل فريق من مصالحه السياسية الضيقة بعيدا عن العراق ومصالحه الاستراتيجية فالميليشيات التي نسقت واستفادت من الغطاء الجوي الأمريكي إبان الحرب ضد تنظيم داعش ترتدي الآن رداء الوطنية مطالبة بخروج الأمريكيين بوصفهم قوات احتلال ويؤكد المحللون أن ما يجري يؤكد أن العراق يمثل ساحة لصراع النفوذ بين إيران وأمريكا وأن مصالح الشعب العراقي تظل غائبة عن المعادلة وبينما في تواصل الميليشيات وأحزابها مزاعمها في هذا الشأن فإن ثم تتفاهمات مع الأمريكيين وصفقات مشبوهة يحتمل إنجازها في الغرف المظلمة فقط إذا أعطى الراعي الإيراني الضوء الأخضر لتمريرها